في إنجاز جديد لمملكة البحرين على الصعيد التعليمي حصلت تسع مدارس حكومية على لقب مدرسة حضنة لتكنولوجيا إثر مشاركتها في البرنامج المقدم من شركة مايكروسوفت العالمية الذي يشمل العديد من المدارس حول العالم مملكة البحرين أنموذج يحتذى به على مستوى العالم في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية هذا ما أكدت عليه شركة مايكروسوفت العالمية وأثبتته مدارس المملكة بذفر تسع منها بلقب مدرسة حاضنة للتكنولوجيا ضمن برنامج عالمي للشركة تصدرت البحرين دول آسيا خلاله سعادة الدكتور ماجد بن علي النعمي وزير التربية والتعليم قام بتكريم إدارات المدارس الحاصلة على هذا اللقب مؤكدا أن مملكة البحرين خطت خطوات كبيرة على صعيد تفعيل التعلم الرقمي بالاستفادة من مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل والتمكين الرقمي مما ساهم في استدامة التعلم عن بعد خلال فترة جائحة كورونا عبر القنوات التي وفرتها الوزارة من الإنجازات التعليمية على الصعيد الوطني على الصعيد الإقليمي على الصعيد الدولي تؤكد في أسماء صورة وأوضح برهان الاهتمام الذي تجده المسيرة التعليمية من سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدأ في الواقع أن حصول تسع مدارس على هذه المرتبة على الصعيد الدولي وتسجيل إنجاز يسجل باسم مملكة البحرين يؤكد نجاح مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل وكذلك التمكين الرقمي وهذا لم يأتي إلا بفضل توجهاته حفظه الله ورعاه عندما بدأنا مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل ثم التمكين الرقمي أصبح لنملك خبرات في وزارة التربية والتعليم وبنية تحتية مهمة مكنت المدارس اليوم أن تكون نموذجا على الصعيد الدولي وهذا إنجاز تسع مدارس من مملكة البحرين نالت ثقة دولية على هذا الصعيد نحن مستمرين في تطوير التعليم بفضل الدعم والمساندة من جلالته حفظه الله ورعاه وكذلك المتابعة الكريمة من سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه والجهد الكبير الذي يبذل من الأخوة في الميدان التربوي وتعاون الطلبة وأولياء أمورهم وإن شاء الله تعالى من إنجاز إلى آخر لتستمر دائما راية البحرين خطاقة عالية وتولي وزارة التربية والتعليم برنامج التمكين الرقمي في التعليم أهمية كبيرة حيث قامت بتوفير حسابات مايكروسوفت لجميع منتسبي الوزارة وتشمل هذه الحسابات العديد من الخدمات والتطبيقات التعليمية والإدارية والتي ساهمت في تطوير العملية التعليمية إضافة إلى تفعيل التعلم الرقمي من خلال البوابة التعليمية طبعا مدارسنا عندها الكثير من الإنجازات نتيجة توفر العديد من الأدوات الرقمية التي تم توفيرها في المدرسة ومنها طبعا هي الحسابات مايكروسوفت 365 والتي تم توفيرها والله الحمد لجميع الطلبة وجميع المعلمين والهيئات الإدارية والتعليمية وجميع منتسبي وزارة التربية والتعليم يهدف برنامج شركة مايكروسوفت الذي شمل العديد من المدارس حول العالم إلى رفع الكفاءة التعليمية ضمن التمكين الرقمي ويدعمها في تطبيق أحدث أساليب الابتكار في العملية التعليمية عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين نتائج الطلبة أشكر جلالة الملك على الكلمة التي وجهها للتربويين في الميدان وهي وسام فخر لنا جميعاً معهد الدين الابتدائي حقق هذا الإنجاز بفضل دعم القيادة وكذلك وزارة التربية والتعليم لقطاع التعليم بداية أحب أتوجه بالشكر والإمتنان إلى جلالة الملك على كلمته السامية التي وجهها إلى العاملين في الميدان التربوي وبالنسبة إلى حصولنا على اللقب طبعاً ساعد على حصولنا على لقب المدرسة الحاضنة للتكنولوجيا وجود بيئة خصبة في المدرسة بهد لها مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل طبعاً كلنا اعتزاز على مملكتنا عالياً بحصولنا على لقب شوكيس سكون وأن تكون المالكية طبعاً هي الجانب المضيئ لمثل مملكتنا في جميع المحافل الدولية ويحكس دمج التقنية في التعليم والإسهام في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة هذا ومرت المدارس الحاصلة على لقب مدرسة حاضنة للتكنولوجيا بعدة مراحل وتقييبات من قبل خبراء ومختصين في الجوانب التربوية والتقنية من شركة مايكروسوفت قبل حصولها على اللقب النهائي ترجمة نانسي قنقر